كان هذا وهو أنه أساساً هذه القراءة الموجودة بأيدينا أعزائي اللي أنا جبت هذا الكتاب اللي الإخوة ذا يردوني راجعوه هو كتاب جيد ولعلهم موجود همالين من انتشارات دار انتشارات أسوى أعزائي معجم القراءات القرآنية مع مقدمة مهمة جداً في القراءات وأشهر القراءة إعداد الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم الإخوة اللي يردوني راجعونا أعزائي هذا قلنا في البحث السابق أولاً أنه نحن توجد عدنا اللغات للقبائل يعني الآن اليمنين لهم لغة تختلف عن قريش مولانا القبائل اليمنية عن القريش هذا القرآن الذي بأيدينا منظم على لغة من لغة قريش ولهذا روايات كثيرة هم نقلوا أنهم كانوا يأتون إلى الخليفة الثالث يقولون بأنه لغة قريش هالشكل المفردة ولغة اليمن هالشكل المفردة ماذا كان يقول نزل القرآن بلغة قريش اكتبوها بلغة من بلغة قريش الإخوة اللي يراجعون الجزء الأول أعزائي من الكتاب صفحة خمسة وثلاثين أعزائي من البديه أن نقول إن هذه اللغة هي اللغة القرشية هذا ما هي خصائص اللغة القرشية لغة قريش ومقدمة على غيرها هذا كبحث آخر المهم هذا القرآن مكتوب بلغة قريش هذا الأصل الأول الأصل الثاني أعزائي وهو أن هذه اللغة القريشية أو لغة قريش بعد ذلك القراء قرأوا ما هو على أساس لغة قريش قرأوها ماذا؟ القراءات السابع أو القراءات العشر أو الأكثر من ذلك هذا هماتنا الإخوة نانا تاريخهم ووضعهم إلى آخرين سؤال هذا القرآن الذي بأيدينا يا قراءة أعزائي هذه قراءة عاصم على أساس لغة قريش خايمة اثنين أو ثلاثة أربعة عاصم له راويان يروون ماذا؟ يروون قراءته إحنا ما سمعنا عاصم ولا عدنا مولانا كتب تثبت لنا قراءة ماذا عاصم منو دي يقول لنا عاصم قراءة هكذا؟ منو عزيزي؟ لو حفص دي يقول لو يقول لو ماذا؟ لو أبو بكر تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة خمسة وثمانين من المقدمة الإخوة إذا أهل مطالعة خليوا يطالعون واقعا يقول إسنادوا قراءة عاصم قراءة عاصم طبعا يكون في علمك إذن بحثين هنا البحث الأول عاصم متوفى مية وتسعة وعشرين أو مية وثمانين وعشرين إذن الواسط بينه وبين ماذا؟ وبين الصحابة واحدة لاثنين لا مولانا تتعدد الوسائط هس هذه الوسائط صحيحة لهم مو صحيحة معتبرة لهم مو معتبرة ممن سمع؟ يقول هنا أنا هو سمع من فلان وهو فلان سمع فلان كلهم أخبار أحدهم أي أصلا ما به مشي مولانا بتعبيرنا خلينا مشي مولانا هنا أنا يقول قرأة عاصم على أبي عبد الرحمن بن حبيب بن ربيع السلمي وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباش الأسدي وعلى أبي عمر سعد بن أبي إياس الشيباني هؤلاء الثلاثة الذين هم أساتذة منهم ها؟ أساتذة عاصم هاي الطبقة الأولى طبقة ثانية وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود وقرأ السلمي وزر على عثمان وعلي بن أبي طالب وقرأ السلمي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبي وزيد على رسول الله إذن تث أربعة وسائط إلى أن نوصل مين؟ ها؟ إلى أن نوصل إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله هسا الآن أنا ما رد أدخل في هذا البحث البحث اللاحق عزيزي وهو أنه أساسا في صفحة اثنين مباشرة أعزائي في صفحة اثنين من الكتاب يصرح يقول بأنه هذه القراءة الموجودة بأيدينا يا قراءة أعزائي قراءة حافظ عمن؟ عن عاصم أمي سلمنا معكم عاصم عند تواتر وهو ثقة أعلائي نقل عمن؟ ها؟ الرسول خلينا هسا احنا نريد موين آخر السلسلة اللي لزمها بيدينا منه؟ المن نلزم حفظ مولانا إلي هاي القراءة الرسمية لذا نقرأها ونتعبد الله بها أنا رح أقرأ مولانا بعض الكلمات ومن محققيهم المتقدمين والمتأخرين أما متقدميهم تقريب التهذيب ابن حجر في رقم الترجمة مولانا 1414 حفظ بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي الغاضري وهو حفظ بن أبي داوود القارئ صاحب عاصم ويقال له له حفايص يابا هذا وضع شن هو يقول مترؤك الحديث من حيث الحديث والرواية يطمأنه إلي أو لا يطمأن ها؟ لا يطمأن هسا أنتم شوفوا منين تبدأ المشكلة طبعا هذا الكتاب وهو تقريب التهذيب الإخوة اللي يردون يشتغلون على هذه القضايا أعزائي بإمكانهم أن يرجعوا أيضا إلى تحرير تقريب التهذيب اللي علماني معاصران دكتور بشار عواد معروف وشيخ شعيب الأرنؤور من يأتون إلى العبارة أربع مجلدات هذا مكانات اللي يختلفون فيها مع ابن حجر يقولون لا لابن حجر مشتبه إهنانا علقوا أو لم يعلقوا لم يعلقوا يعني مترؤك الحديث مقبول عنده ماذا؟ عندهما معا في الجزء عزائي الأول صفحة 302 يذكر ترجمة مترؤك الحديث من غير شنو طبعا بإضافة بعد ذلك سأقرأ الإضافة حتى واحد لا يقول لي سيدنا ليش ما قرأته طبعا يكون في علمات حسنا من باب قلت لك هاي الفائدة للأعزاء هذا التقريب أعزاء هذا شنوه؟ هذول في التحرير هو يناقش ابن من؟ هذا الرجل مولانا انتصر لابن حجر فكتب كشف الإيهام لما يتضمنه تحرير التقريب من الأوهام يقول لا ابن حجر الحق يا من؟ ويا ابن حجر مو ياكم اللي انتوا ناقشتوا معركة رجالية قائمة وهذه جملة طبيعية تعالوا معنا إلى علم آخر اللي يعتقدون أنه هو من؟ هو بخاري هذا الزمان من حيث معرفة الجرح والتعديل والحقم والإنصاف مشتغل هذا بغض النظر نوافق وأنه اقتل منه وهو الألباني العلامة الألباني اللي يصرحون عنه أنه أمير المؤمنين في الرجال وفي الجرح والتعديل وإلى آخر انظروا ماذا يقول هذا الرجل أعزائي هذا الرجل في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الجزء الأول صفحة 260 يقول وهذا إسناد ضعيف جدا ليش؟ يقول لأنه فيه حفص بن سليمان الغاضري الكوفي وهو متروك الحديث ونفس هذا رح يصير في القرآن شنو؟ لا هو هو العمدة الرسمية وأنا نتعبد الله به هذا الموردة عزائي الموردة الثانية أنا جيبت عدة مصادر حتى يقوم بابا عدة رأيناك يختلف لا 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 أبدا سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الأول القسم الثاني صفحة 640 أعزائي يقول حفص بن سليمان وهو فإن كان هو يعني لأنه حفص يختلف فهو متروك الحديث وإن كان كذا إلى آخرين أفضل هنا مولانا الإخوة وراجعوه هنا أعزائي هذا وهو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع الجزء الجزء الأول صفحة 121 رقم الحديث 47 يقول قال ابن حجار متروك الحديث قال ابن معين كان كذابا قال ابن خراش كذاب يضع الحديث قال ابن مولانا ما من مذمة إلا ويذم به من منه حفص بعد الإخوة إذا يريدون أكثر مصادر هماتينا هذا الرجل كما الإخوة لابد عدهم الكتاب الإفصاح عن أحوال الروات الصحاح اللي حفص ماذا واحد منهم اللي آية الله العلامة الشيخ محمد حسن المظفر تحقيق مؤسسة آل البيت المجلد أعزائي الأول يقول قال ابن معين صفحة 379 مولانا باب الحاء رقم الترجمة 342 قال صاحب القراءة ويعرف بحفيص قرأ على عاصم قال ابن معين هؤلاء أعلام الجرح والتحديد واقعا ما عدنا وراء هؤلاء ورق عبادان قرية بعد قال ابن معين ليس بثقة وقال ابن خراش كذاب يضع الحديث وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال أبو حاتم متروك لا يصدق وقال البخاري تركوه وفي التهذيب عن ابن المديني ضعيف وقال الجوز جاني وقد فرغ منه صف بابا ما يحتاج بحث هذا تعمان هذا وقال مسلم متروك وقال النساء ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال وقال لا يوجد أحد ذم كما ذم ذم من ها حفظ بعد والله ما أدري أنا قال لي بعض الأخوة قال لي زيدنا بعد أنت شون تقرأ القرآن ما تقولي شون تبيني وبين الله هذا اللي هذا اللي موجود هذا الموجود ندري هذا كتاب ربنا نزل على من أما رسول الله شون كان يقض طبعا يكون في علمك ليتبادر إلى ذهنك أنه كذا كل هؤلاء الأعلام مولانها سيد الخوئة مولانا من يوصل إلى مولانا في كتاب البيان في كتابه البيان اللي تفسير مولانا يقول هناك بأنه وأما حفظ فهو كذا فينقل كل هذه الكلمات التي نقلناها صفحة 131 في ترجمة عاصب بن بهدل الكوفي اللي حفظ أحد ماذا أحد الراويين عنه أعزائي ولكن العبارة الأشد التي يقولها في المستند مستند العروة الوثقة في ذيل المسألة خمسين من باب القراءة من العروة الوثقة يقول على أن بعض هؤلاء التلاميذ تلاميذ منه؟ تلاميذ عاصم معروفون بالفسق والكذب كحفظ الراوي كحفظ كحفظ الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في درجة عاصم ماذا سأقول لك؟ هذه حجة لا مو حجة تقول لك حال شنو؟ أقول لك أصبر هنا مو تجي يوم تشوفون الأعزاء احنا مراراً قلنا هذا الدرس أعزائي والله يسوي لكم مشاكل لو تجيون لو شنو؟ لا تجيون لأنه أنت يوم تجي مولانا تسمع مني الشبه والإشكال وتروح تقول احنا كنت بالدرس قال السيد القرآن مو حجة فهذا والله أنا طرحت الشبه حتى بعدياً أجاوب شنو؟ أجاوب عنها أخوة أنت مهزبر تقم ترحيت هذا المجلس مو مجلس فتاوى مجلس بحث علمي لعله الشبه تطرح لعشرة أيام وبعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الجواب جيد جداً أعزائي تعالوا معنا الآن سلمنا إذن إلى هنا أعزائي حتى لو اهترضنا ما قبل عاصم ما رد أدخل لكم ما سفي عاصم شنو مشاكلها؟ اتفقت كلمتهم على أنه كان سيء الحفظ مولان هو شاهدني ولكن شنو؟ له أوهام مولان هاي كلماتهم مو كلمات طبعاً هؤلاء حتى يحفظوا هذه دائماً مثل ابن حجر منه يوصل إلى حفظ يطيح حظة من الناحية علم الرجال ولكن يقول وكان ثبت في القراءة ما أدري شنو هذا الجمع عمي هذا الذي ما عنده الدين ويضع ويكذب على من؟ على رسول الله شنو يصير عنده دين في ماذا؟ شون تتجزأ الشخصي أنا ما أفهم واقعاً هاي الحقيقة هسا مرة يقولون مجهول الحال نقول بابا ما يعرفوا الجماعة مشكلة أما يقولون ماذا؟ والله كذاب فاسق فاجر هذا من يوصل للقرآن يصير شنو؟ ها؟ ثبت وإمام في القراءة يصير طبعاً هم ملتفتين ليش؟ لأنه يدرون إذا ضعفوا بعد يبقى بيدهم هاي القراءة الرسمية تبقى له تروح مولانا شو تصير؟ ها؟ تروح فما عدا طريق وهو في القرن التاسع وذاك مولانا وين؟ متوفى 180 الفاصل اللي قيت 600 سنة امنين عرفوا تثبتون في القراءة شنو سنة ذاك على هاي الأحوال ما عدا شو؟ الآن لو افترضنا أنه عاصم وما فوق عاصم شنو؟ ها؟ ما بهم مشكلة وافترضنا هماتينا أن حفصم ثقة ماذا؟ أعلاي سؤال تقفتولي جيدا هاي القراءة الآن بعد رح نتكلم عن المضمون مو نتكلم عن السند افترض السند بإشكال لو ما بإشكال ما بإشكال عزيز وإن كان فيه ألف إشكال السؤال هاي القراءة هم دا يدعون نحن سمعناها سماعا وهذا حديث رسول الله وقراءة رسول الله لو أي دليل ماكو على أنهم يقولون قراءة وإنما هي اجتهاد منهم أي منهم؟ ما أدري واضح؟ لا قد قد يدعي يقول لا أنا سمعت هكذا جيد هسا ذاك الوقت تقبل السند تثق به أما بيني وبين الله مولانا بيني وبين الله أعلام الإمامية من السيد الخوئي وغير السيد الخوئي مولانا يقولون بأنه لا هذا اجتهاد أبدا بأي دليل بأي دليل بدليل أنه القراءة هم اختلفوا بينهم وإلا لو واحد بيني وبين الله يقول هذه قراءة رسول الله لا معنى ليأتي الثاني وماذا؟ ويقالفه هذا مستند العروة في نفس المسألة التي أشرنا إليها أعزائي في صفحة الجزء الثالث صفحة 300 ذي للمسألة خمسين أعزائي يقول التفي جيدا فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي هذا الأصل الأول إذن لا يدعي أحد أن هذه قراءها رسول الله ماذا؟ اللي يحاول البعض نزل القرآن على سبعة أحروف يطبقها على ماذا؟ على القراءات السبع اللي هو باطل جزما لا أقل في مدرسة أهل البيت أنهم يقولون كذبوا والله ما نزل القرآن إلا على حرف واحد من عندي رب العالمين الواحدون أبدا المهم هذا ما عندي شغل في ذلك بل ولا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد هذه القراءات ما مسند إليه ولم يدعي ذلك أحد منهم ولا نسب قراءته إليه صلى الله عليه وآل لا بطريق مسند ولا مرسل وإنما هو اجتهاد منهم أو من أساث تيدهم ورأوه ارتأوه بل إن هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس القراءة فضلا ماذا؟ أن كونها عن رسول الله نفس هذا المعنى أعزائي بإمكانهم أن يرجعوا إلى مهذب الأحكام لسيد السبزواري قدس الله نفسه في ذيل أيضا نفس هذه المسألة أعزائي يقول لم يدعي أحد أن أحدا من القراء السبعة أو العشرة أخذ قراءته عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنهم ولدوا بعد رحلته هذا مو كافي لأنه ينقل فلان فلان ولكنه يقولهم لم يدعوا ذلك إلى آخره إلى أن يقول فلان ولكنه من مجرد الدعوة فإنه لم يثبت بدليل معتبر وصرح جمع من النقاد بأن الاختلاف بين القراء حصل من الاجتهاد والرأي واختلاف المصاحف العارية عن الإعراب والنقط مع التباس بعض الكلمات ماذا؟ ببعض سؤال هسألا إذن هاي القراءة الموجودة بعد معتبرة أو ليست معتبرة هاي القراءة الموجودة ده أتكلم بالاعتبار خلوا ذهنكم احفظوا المطالب الاعتبار الاعتبار الشرعي مو الاعتبار اللغوي قد القراءة بينهم وحسب قواعد اللغة العربية قراءة جنو صحيحة ما يحتمل لها احتمال آخر كما ذكر البعض في هذه الآية قال أساساً لا يمكن قراءة قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعقل يعقل الله يخاف من العلماء فلهذا القراءة الصحيحة لابد تكون ماذا ها إنما يخشى الله من عباده العلماء هسأ الآن بيني وبين الله الله يخشى أو لا يخشى ذاك بحث آخر ما لد أدخل سودية أريد أقول بأنه من الناحية اللغوية قاله أساساً لا يوجد احتمال ماذا ها احتمال أنه الله يكون ماذا مضموم وإنما لابد أن يكون منصوباً أنا ماذا أتكلم عن الاعتبار والمعتبر اللغوي المضموني لا لعله بيني وبين الله عاصم اجتهد وقراءها والقراءة ماذا معتبرة ولكن بأي معنى معتبرة ها بحسب قواعد النحو والصرف والأدب والبلاغة وإلى غيره صحيح القراءة لا بدها الشكل يعني لا يمكن أن تكون قراءة ماذا أخر مو دا أتكلم عن هذه حتى تقول لي سيدنا لا 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 دا أتكلم عن الاعتبار الشرعي يعني النبي قرأها بهذه ماذا ها بهذه الطريقة يعني الأئمة قرأوها ماذا بهذه الطريقة هذا اللي يعبر عنه الاعتبار الشرعي لا لاعتبار اللغوي النحو والصرفي البلاغي إلى أغيره لأنه بعد ذلك احنا همتنا واقعا كون في علمكم وعندما نأتي إلى القرآن لا لا نستطيع أن نثبت بأنه هذه القراءة هي القراءة ماذا قراءة النبي وقراءة الأئمة إذن ماذا نفعل واقعا ماذا نفعل لا بد أن نتبع شنو القواحد بعد ما عدنا طريقة آخر عدنا طريقة آخر إلا أنه ماذا أصير أخباري جنابك وتغلق باب القراء وإحنا بحمد الله تعالى أغلقنا باب شنو باب الرواية فمن يجمع بين المنهج الأخباري وبين منهجنا يرتاح شنو شنو يصير نظره هو نظر منه المرز القمي مولانا صاحب القوانين اللي قال انسداد وباب العلم والعلمي خلاص ما عدنا طريق نحتاط بقدر ما نستطيع والسلام على ما نستطيع ما عدنا طريق آخر ما قد واضح أعزائي شوفوا الآن أنت كطالب علم بل أستاذ في الحوزة يجيك واحد هذني وحده ويحد خليه أمامك أنت عندك طريقين للتعامل معه الطريق الأول شو تقول لهم لنا كما متعارف عند البعض اللي أتصور بينه ومن عجزهم والعلمي ظالم وضيل فاسق فاجر وهابي متأثر بكذا صدر الفتاة وانتهت القضية هذا يحل المشكلة لو كان نعامة تضع رأسها في التراب ياه من هن من الوابع هذا ما يحل المشكلة بس هنانا ما يقدر يحكي حشاياته يطلع بره مولانا وابا حمد الله تعالى مئات الفضائيات تستقبله تقول لها تعالى يحكي حشاياته خلص الطريق الثاني انه حوزاتنا العلمية تجلس هذا علم كلام الجديد هذه علوم القرآن الجديدة بابا في زمانهم كانت عوهم مسائل يطرحوها ويحلوها احنا موظيفتنا الآن شنو هذه المسائل الجديدة نطرحها و نجاوب عليها بقدر استطاعتها المهم عزيزي اذا سقطت هذه القراءة الرسمية عن القرآن عن الاعتبار والحجية تقول يعني اكو من يصبح بهذا امامك هذا عزيز هذا السيد الخوي قدس الله نفسه في المجلد الاول اقول من البيان صفحة 167 يقول والحق ان الذي تقتضيه القاعدة الاولية هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الاكبر او من احد من اوصيائه المعصومين عليه وسلم لماذا 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 لا يجود لان انا امرت ان اقرأ السورة الفاتحة يا فاتحة مولانا السورة الفاتحة يا الهدف سورة الفاتحة اما الحافظ مولانا ام belum لو سورة الفاتحة اما الرسول الله وصلوا كما رأيتموني اصلي هذه مو فقط صلوا كما رأيتموني اقرأوا كما كنت اقرأ افعلوا كما كنت افعل مولانا هذه قواعد دليلها معها عزيز قياساتها معها عزيز اذا انت عندما تأتي الى هذه السورة وتجد في كل مفردة اكو اربع قراءات ثلاث قراءات سبع قراءات هذي يجوز القراءة بها او لا يجوز مولانا الاصل الاولي الاصل الاول لا يجوز الا اذا ثبت ماذا اذا في كل مفردة لا بد انت تحرز انها هذه قراءة رسول الله او هاي قراءة من ها قراءة احد الام عليهم افضل الصلاة والسلام باعتبارهم الحجي الشرعي هؤلاء او لا اقل هذا الطريق الثالث اللي كثير يذهب بهذا الاتجاه الثالث وهو انه يقول لاقرار اقرار الامة انه قالوا للناس اقرأوا كما يقرأوا ماذا هذا الطريق اللي الان وهذا ان شاء الله نأتي نشوف تامل ومو تاملا قال نأتي اليه ان شاء الله بعد ذلك اذا قال لان الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآنا يعني عندك شبهة شنو مصداقية اينما تضع يدك على اي اية على اي مفردة بعد ذلك كم يقول ويقول ومقتضى الاحتياط اذا ما قدرتم تحرز اذا شفت المفردة بيها ثلاث قراءات تقرأها شكيه ها ثلاث مرات اذا خمس قراءات تقرأها شنو خمس مرات ولهذا يقول الافضل ان تنتخبوا تلك السور اللي ما بيها تعدد قراءة ما ادل واضحي او لا اعزائي المشكلة من اين تنشئ هذا بشكل واضح لي اخوة يراجعون جواز القراءة بها في الصلاة انا بيودي انه اساسا هذا البحث تراجعون او ان شاء الله اذا صار مناسبة نراجعه للأعزائي هذا مورد اعزائي المورد الثاني وهو ما ذكره في المستند اعزائي المجلد الثالث صفحة ثلاثمية واربعة وسبعين يقول وعلى الجملة فلم تثبت هذه القراءات ثبوتا قطعيا عن نفس القراءة فضلا عن النبي وانما حكيت عنهم بطريق الاحات هذا وحيث قد جرأت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ها ظن بعض الجهلا ان المعني بها كذا لعد مولانا شن سوي هذا حله الاخير مولانا ان شاء الله بعد ذلك شوفوا عندما يضيق الدليل العلمي شوفوا سيد الخوي اين يتجه يقول وقد تحصل من جميع ما قدمناه ان الاقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخارجي عليه ليش حتى لا تحصل التفرقة بين المسلمين وان لا اكو دليل على هاي القراءات او ما اكو دليل ثم طبعا هذا هماتي انا اشكالاته كثير خبيني وبينو انا اقرأ بيتي مولانا حتى احد شنو ليس معني وليس رأي شنو ايتفق نعم اذا دعوني في المسجد قالوا لي مولانا اقرأ القرآن اقرأ على نسخة منه على نسخة مولانا حفظ اما انا في بيتي مولانا على شنو اقرأ على نسخة حفظ هذه ان شاء الله غد اعزائي سنقف عند اذا ما هو الحل لهذه قلت لكم هاي المعضلة مو مرتبطة بانما المشركون نجس ها هاي محدة منها في باب العقائد في باب الاخلاق في باب العبادات في باب الاحقال كل المعارف الدينية هذه القراءة الموجودة معتابرة شرعان او لا دليل على اعتبارها الشرعي ارجع و اقول اقيد بماذا الشرعي و تقول لي سيدنا خوف النتيجة راح تقرأ فتقرأ اي قراءة هذاك الاعتبار بعد اعتبار اللغوي والصرفي والقواعد اللغوية والحمد لله